الكلام بس نشوف الأستاذ خالد الجندي هو بيجدد شكره قبل ما نشوف نوضوع الساعات بيجدد شكره لوزير الـ وزير اسماعي الأوقاف أصالف يعني دي وزير الأوقاف شغلته الدعوة بيجدد شكره لوزير الأوقاف انه فتح بيوت ربنا يعني قصة لما تحط الكلام جنب بعضه ده وزير الأوقاف وبيوت ربنا فالراجل بيشكره انه قعد فتح البيوت بتاعت ربنا تاني وخلى الناس تصلى تصلي نشوف نشوف سيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة وأعلن فيه عودة النشاط الديني للمساجد بكامل طاقتها المساجد بكامل طاقتها يعني لا يوجد مسجد مغلق ولا توجد زاوية مغلقة ولا يوجد مسجد معطل عن خطبة الجمعة ولا يوجد مسجد معطل عن الدروس والمشايخ ما بيعرفوش أجازات إن إحنا انتقلنا من رمضان بمجهود رمضان الذي لا يعلمه إلا الرحمن وبعد رمضان ما أخذ شيخ إجازة وما تعطل مسجد عن أداء وظيفته وما عطل منبر عن خطبات جمعته وما عطلت أعمدة مسجد عن دروس العلم حلقات القرآن إطلاقا كأن ده شيء إكسترا الله عبدالله بن عمر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعوده غريبا عجيبة جدا والله تقيل نحن بنتكلم دهوقتي على إنه المساجد مفتوحة للناس متصلة بكامل تاقطها إنه ده إنجاز واستحق الشكر طيب خليها ما نشوف الساعات ورديني الساعات يا معلم قبل ما نشوف الساعات بتاعته الأستاذ خالد دي الساعة البيضة أنا أنا مش تعملي كلوس كده على الساعة يا حاجة ضياء حبيبي يا ضياء بصوا أنا أحب الناس الشيك قبل كده أنا بلبس ساعات والله بيعني عندي ساعات بتجيني هدايا أحيانا من بعض الأصدقاء في عيد ميلاده في حاجات زي كده وبتبقى ساعات غالية والله زي ما بيقولوا كده والله ما معرف سعرها كله مرمي في البيت أي حد عايز ساعة يجي يقولي وانا ادهاله يعني أنا أي بصوا دي الساعة البيضة الساعة البيضة الساعة البيضة تنفع في اليوم اللي سود ماشي يا عم خش على البعض يا عم ضياء دي طبعا ساعات يعني مش عايز أقول لكم بركاتها يا أمي وتمانها سأنا بأوريك بس دي ساعة تانية بيضة هي بس ديك أيوة خش عليها يا ضياء عشان تبقى ايه دي بيضة غير ديكة هستيكها بيضة عشان الراجل بيجلبها بيجلب بس دي بيضة ديكة ديكات ديجيتال دي مش ديجيتال ساعة بيضة تانية هي ها يالله أنا بس ما بعملش حاجة دي ساعة والله ما عارف لونها ايه يعني اللون ده بوحلقي ده لون بوحلقي ولا فوحلقي هو بس ايه خلي بالك لا 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 استاذة بس اطلع لعا الصورة اللي قبلها كده ديق عشان الميزة أنا بحب الناس اللي بتهتم بالتفاصيل شايف انت يا ضياء الدبوس لا لا الصورة هي هي بس اللقطة اللي فاتت دي دبوس الجلبية بص ده الساعة بلون الدبوس اللي محطوط في الجلبية انت لازم يبقى عندك برضو الطاتش بتاع الشياكة ايوه عم تذوقك كده خليك برضو ايه واخد بالك انت انت لازم تعمل التفاصيل ولازم تتكلم بالإيد اللي فيها الساعة عشان برضو الساعة تبان فهنا الستيك والإيد باينة مع ايه؟ مع الزرار بتاع السلام الشياكة طب فيه ألوان تاني عندك يا جماعة؟ فيه ألوان تاني أنا عارف خشيه على اللون اللي بعده كده دي ايه بقى؟ دي لبني صح؟ مش بيضة صح؟ لح سيكون عندي ألوان صح يا ضياء انت شايف أكتر مني دي ساعة لبني تاني خلي بالك ايه؟ في ساعات في حلقات متتالية كل يوم ساعة وهو هتقول ان الساعات دي بيجيبها من العتبة اللي هي الساعة 25 جنيه او ساعة 50 جنيه مش هقولك بس ده يا فضيل ده فضيل شفت شفت ضياء لقافة ازاي المرة دي بقى؟ واخد بالك يا فندم اللون اللبني مع الخطين بتوع الجلبية شفت ضياء خد بالك ازاي؟ دي اللون لبني ماشيه مع الخطين بتوع الجلبية دولا المشايخ يا فندم اللي بيتكلموا على الزهد الزهد وقولك اصبر خلصوا؟ لا والله كان فيه ساعة خضرة ماشي يا احمد ما جابش الساعة الخضرة كان فيه ساعة خضرة تطلع من عيني كان جاب ساعة خضرة وكنت عايز اعرف مختار اللون الاخضر بناء على ايه؟ وكان فيه ساعة صفرة انا فاكر يا احمد كده كان فيه ساعة صفرة و ساعة خضرة ماشي هنبقى نكمل الساعات معهم يحمد يعني نعمله البتاع دي ونكمل الله يا كريمكم اي حد يكمل لنا كم ساعة بس ده ده واحد من المشايخ اللي بيكلمنا على الزهد أنا هقولك بقى تعال ليه من ليه يعني فيه ناس بتقولي وتاخد بالها من تفاصيل معها أنا ماخدش باله من تفاصيل دي والله يقول لي مش عارف اللون ماشي مع ايه أنا بنلبسه يعني يا ده جزء تنصيخي كده وخلاص لكن اخد بالي انه الظرور القميص ماشي مع لون الساعة ماشي مع تسريحة الشعر ماشي معه ده الأخ الإمام الفضيلة الشيخ اللي بيطلع يكلمك عن الزهد وانك لازم تستحمل والدار والآخرة خير وابقى اشتركوا في القناة